في الوقت الذي أصبح فيه اسم النظام الحاكم في البحرين مقرونا بسحق أصوات الشعب وبارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات ضد البحرانيين وفي الوقت الذي أصبح فيه النظام عاجزا عن تسويق أكاديبه بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان يحاول حماته رميطوق النجات له وتأكيد دعمهم لممارساته العدوانية La Suisse appelle le gouvernement à respecter ses obligations internationales notamment les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique وبعد أن تعرض النظام إلى سيل من الانتقادات في مجلس حقوق الإنسان بدورته الحالية وإلى الحد الذي رفع فيه النظام راية الاستسلام وكما عبر وزير خارجيته تتدخل الامبراطورية العجوز للدفاع عن بيادقها في المنطقة وتأتي في هذا السياق الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية البريطانية السير ألين دنكين إلى المنامة والتقى خلالها حاكم البلاد حمد الخليفة الذي أكد في لقائه على عمق الروابط التي تربطه ببريطانيا التي لن يخرج عن طاعتها وحتى تقوم الساعة وعلى الجانب الآخر يعزف وزير خارجيته في هيئة الأمم المتحدة على سنفونية التنوع والتعدد وحق كل فرد بالتمتع بحياة آمنة وكريمة وهي السنفونية التي لم تعد تطرب أحدا سوى أعضاء نادي القمع والاضطهاد اللي بتنتمي له مشايخ الخليج أن مملكة البحرين وشعبها يجسدون مبادئ الصداقة والتسامح والاحترام المتبادل والانفتاح على العالم وكلنا فخر بتنوعنا وتعددنا وإيماننا الراسخ فإن لكل فردنا الحق في اتماع التعب حياة آمنة وكريمة لكن هذا النظام نسي بأن المستعمرين يستبدلون عملاءهم في طرفة عين وحال انتهاء دورهم وحينها لن يوصد قصر باكينغ هام أبوابه بوجوههم فحسب بل إنهم يصبحون ضيوفا غير مرغوب فيهم أينما حلوا وارتحلوا وما مصير شاه إيران عن ذلك ببعيد